اشتركوا في القناة وانا صغير كنت بقعد على الطابلية واعد أرسل وما كنتش أعرف يعني ما كنتش أعرف ان انا حب أرسام يعني وبعدين كبرت شوية دخلت ابتدائي وآدادي خدت عشرين من عشرين في الرسم وانا بردك معرفش ان انا بس فحسيت ان انا عندي موهبة بس خدت سنوية عامة وسفرت بره انجلترا ودخلت اكاديمية هناك اكاديمي واخدت فن وكنت برسم عن مصر بردك الاهرامات وببيحة هناك وبتاع بس خلصت منهاك وجيت هنا وبعلي مدة هنا يعني يرسم لطفي عن التاريخ والطبيعة والحضارة المصرية القديمة والتاريخ الاسلامي والشوارع والحارات القديمة التي تحمل رائحة الزمن الجميل والموسيقى الاصيلة التي عاشقها من كل قلبه بحب ارسم الشارعي مصر لانا بحب مصر فعلا مش عشان التلفزيون معي يعني لا انا بحب بلدي اوي 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 يعني بصراحة يعني لاني وقت حقي هنا يعني اه وبحس ان الناس هنا حلوة فيه ناس حلوة اوي 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 وناس راقية وناس يعني متعلمة بس يعني مش شايف ان بلدي مش حلوة يعني بلدي حلوة اوي 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 بلدي امي وابويا لا يتمنى شيئا سوى عودة الناس الى زمن الجمال والاناقة والذوق الرفيع الى عصر كان الفن فيه كالهواء والماء فالسعادة بالنسبة للطفي في وصول لوحاته الى كل بيت مصري كي يجعل اسمه خالدا في دنيا الفن من القاهرة صحر جمال اليوم